اشتركوا في القناة من اي مواد كيميائية وعضوية قد تشكل خطرا على الانسان والبيئة في مملكة البحرين حيث اطلق المجلس الاعلى للبيئة مشروعا وطنيا لحصر الملوثات العضوية الثابتة في مختلف القطاعات صحة الانسان والسلامة البيئية من اهم الموضعات التي تحرص الحكومة عليها حيث نفذت عددا من البرامج والمشاريع والخطط التي تتماشى مع عملية التنمية الشاملة التي من ضمنها الحفاظ على البيئة من اي مواد كيميائية وعضوية قد تشكل خطرا على الانسان والبيئة في مملكة البحرين ويأتي تدشين الخطة الوطنية للملوثات الكيميائية العضوية الثابتة ضمن المشروع الوطني الذي اطلق من قبل المجلس الاعلى للبيئة لحصر الملوثات العضوية الثابتة بمختلف القطاعات جامعة البحرين ومنطلق تعاونها ومنطلق اصلا اهدافها في المساهمة في كل ما يرفع من شأن الامور الخاصة سواء كانت البيئة او باي امور اخرى في المملكة لدينا كثير من التعاون بين الجامعة جامعة البحرين والمجلس الاعلى للبيئة فهناك دراسات اقيمت بناء على التعاون مثل ما قلت والتشاور فيما بينهم في مواضيع محددة تم بناء عليها بناء هذه الخطة الوطنية التي سيتم العمل فيها من سبتمبر القادم برامج تدريبية لعدد من العاملين شملتها هذه الخطة بهدف تعريف المشاركين بطبيعة الملوثات العضوية الثابتة ورفع الوعي البيئي للعاملين في مجال المواد الكيميائية الخطة الوطنية اليوم بالتعاون مع برنامج المتحدة البيئة وجامعة البحرين حققت تطمينات للمواطن البحرين للمجتمع بأن هذه المواد الخطيرة جدا وملوثة خالية من مملكة البحرين وما لها أي مصادر مهمة على مستوى كمواد كيميائية أو انبعاثات من العمليات الصناعية الموجودة في المملكة وبالتالي هذا يعتبر أحد أهم التطمينات اللي يحتاج يعرفها ويسمع عنها المواطن لتحكس الرؤية السديدة لحكومة مملكة البحرين حققت مملكة البحرين التزامتها تجاه الاتفاقيات الخاصة بهذا الشأن وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وأكدت هذه الخطة استمرار المملكة على نفس النهج من خلال خلوها من الملوثات العضوية الثابتة هذه الخطة الوطنية أثبتت اهتمام الحكومة بتعزيز سلامة القطاع البيئي بهدف تحقيق أهدف التنمية المستدامة والحفاظ على المكتسبات المحققة في مملكة البحرين شوق العتمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين